هلأ أجتني كمية هائلة من الميلز من الاسمسات من التلفونات والكل كان سعيد جدا وفخور أنه أنا وحدة من المية وخمسين شخص يلي شرف أنه أساهم لو مساهمة ستكون صغيرة جدا ومي بحجم التوقعات والأمال التي نحطت علينا وطبعا العالم والأشخاص المسؤولين في مكتب سوريا عند الأمم المتحدة لهذه اللجنة هم أشخاص بكامل تأهيل لمساعدة هذه اللجنة إلى الخطوات للأمام فهنين منهم يعني عم بيستنوا نصائحي ولكن إذا شددوا بأنه هنين بدهم يعفوا النصائح فبدأ أقول أنه من المهم جدا أنه نستخدم اللحظة الحالية اللي نحن فيها ونمسكها من أجل يعني تقديم نتائج ملموسة إلى الشعب السوري وطبعا إلى المجتمع الدولي اللي يعني بيتطلع وعنده أمار كبيرة من اللجنة في نصيحة التانية ممكن تكون الحفاظ على الدعم الدولي والحضان الدولي الواسع اللي أنا بشعر فيها وأتبحكي مع ديبلوماسيين أو أساتسة جامعات أو أعضاء من المجتمع الدولي في العالم كله في تطلعات كبير وفي دعم كبير لمسار هذه اللجنة فأنا بشوف من المهم جدا الحفاظ على هذا الدعم وهذه الحضان الواسعة والنصيحة الثالثة هي أنه من الدروري جدا إيقاف العقوبات على سوريا من أجل تحسين الوضع المعيشي المتدهور لملايين من السوريين والسوريات هلأ في الحقيقة أن الشعاري دايما بالحياة لا تتوقع ولكن اعمل وثابع فأهم شيء أنه نحن كالجنة نعمل اللي علينا نتم عم نقدم خطوات إلى الأمام لو كانت خطوات صغيرة وبسيطة ولكن يكون الاتجاه هو إلى الأمام ومش إلى الخلف والباقي على رب العالمين وطبعا ممكن عن طريق الاتحاد السورياني الأرامي العالمي تتركوا كومنت ورياكشنز تحت هالفيديو وإن شاء الله بيصير لي فرصة أنه جاوب عليون اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر